اي ام هتفهم الكلام اللي بقوله ده انه لما بنشرب البيبي اللبن هو مش بيحتاج لمية لكن اول ما دخلي الاكل للبيبي انتي لازم تديله مية خبز الحياة يسوع المسيح لما بيدخل حياتي انا محتاجة مية انا محتاجة مية هنا دلوقتي ناس كتيرة حوالينا عايشة بالخبز وما فيش مية بيقروا الكتاب ويعرفوا كويس الانجيل ويعرفوا ايات ورائعين وحياتهم رائعة لكن نشفة نشفة بيري نشف ليه وفي وجود الروح القدس في حياتي عشان كده انا نفسي ادعو استلم قبلت يسوع في حياتك تعيش ليسوع ارجوك اقبل الروح القدس وفاده هو مستنيك تطلب وده مكتوب في الكتاب انه احنا نطلب الروح القدس